شرق أوسط بلا صراع هكذا يمكن أن نعنوين الفصل الجديد الذي تكتبه السعودية وإيران بحروف صينية لمستقبل المنطقة فبعد أقل من شهر على توقيعهم اتفاق لاستئناف العلاقات بين البلدين وترتيب تبادل السفراء وقعت السعودية وإيران بيانا مشتركا عقب لقاء جمع وزيري خارجية البلدين في بكين ويعد ذلك اللقاء هو الأول منذ سبع سنوات بين وزيري خارجية السعودية وإيران وأعلنت الدولتان لاتفاق على عدد من الخطوات ضمن مسار استئناف علاقاتهم الثنائية تشمل ترتيبات إعادة فتح السفارتين والقنصليات فضلا عن مواصلة بحث استئناف الرحلات الجوية والزيارات المتبادلة للوفود الرسمية ووفود القطاع الخاص كما اتفق الجانبان على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة عام 2001 وتفعيل اتفاقية التعاون العام الموقعة عام 1998 ودعا وزير الخارجية السعودي نظيره الإيراني لعقد لقاء ثنائي في الرياض لقاء بكين سبقته ثلاثة اتصالات بين الوزيرين تضمنت بحث الخطوات المقبلة لتنفيذ الاتفاق وإجراءة إعادة فتح البعثات الدبلوماسية وتفعيل الاتفاقيات السابقة وكانت السعودية وإيران اتفقتا برعاية صينية في العشر من مارس الماضي على استئناف علاقاتهم الدبلوماسية وتنفيذ الاتفاق خلال ستين يوما ترجمة نانسي قنقر